امرأة تشكو تقصير زوجها معها في الفراش عن محمد بن معين الغفاري قال أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله فقال لها نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو يقرر عليها الرد فقال له كعب يا أمير المؤمنين هذه تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال له عمر كما فهمت كلامها فاقطي بينهما فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك قال أفي طعام أو شرب قال لا فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألها خليلي عن فراش مسجده زهده في مضجع تعبده نهاره وليله ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده فقال زوجها زهدت في فراشها وفي الحجل إن امرأ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع القول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب إن لها حقا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما أدري من أي أمريك أعجب أفمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ترجمة نانسي قنقر